السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيدنا أنا طالبة قلية الطب بلي فإحنا يعني دراستنا كله في طعبة نعم فإحنا نظامنا إنه طول هاي السنوات يتجمع عدنا معدل فراكمي بلي يعني تكون سنة المعدل يناقضي طول هاي السنوات يتجمع وعلى أساس هذا المعدل إحنا يعني متعين وباطل فقوة نأخذ شارة المدسة والدكتوراه سؤالت شنو؟ السؤال هو إنه مواد نحن كل الصعبات وكهو مواد يعني أو مواضيع من استفاد منها مطلقا بالتخرج فيعني نقدر إنه بس الأشياء اللي سيدنا يعني ناخذ التعبنا والأشياء اللي من استفاد من نعيشها يعني شون يعني نقول نستعين بالمصادر أو بالملازم يعني تريد نقول كلمة أخرى شوية يعني واضحة أن نقدر نغش؟ يعني نوعا ما هي شيء هاي تريد نقوليها؟ نعم برض أبطي حياك الله يا أخوة نور حياك الله نور تقول إحنا طلاب كلية طيب وكذا ودراستنا صعبة ومعدلاتنا لازم قوية وإلا ما نقدر كذا فنقدر إحنا ناخذ بعض المعلومات من هنا وهناك في امتحاناتنا ناخذها من أماكن الانترنت مدري إيش نعني نغش نغش سمحت سيدي اعتبر أن نغش حرام لا يجوز ذلك وخلاف الأمانة العلمية خلاف الأمانة فلا يجوز والإنسان لا بد أن يتعب ويتعب نفسه من جد وجد ومن زرعه خصد أما الشيطان يجي غرنا تعالوا وكذا نعم أنا أقدر أقرأ مصادر أقدر أقرأ كذا يصير عندي معلومات أجاوب من خلال معلوماتي اللي أنا قريتها مو أنه أسوي حسب تعبيرنا القص ولصق واستنساخ للمعلومات فهذا نحو من ماذا نحو من الخيانة في الأمانة